اهلا بكم مرده هناخد مشروع جديد معنا وهو مشروع خاص بالدواجن وسخنات الدواجن واذا يتحكم فيها طيب في راجل نعتبر ان دي مزرعة من مزرعة الدواجن اللي عندنا الفراخ عندنا مثلا وليكن ليها درجة حرارة وهي 30 عايز تقف درجة حرارة تبقى 30 تمام فانا هشتغل عندي في الشتاء وعندي يتر اللي هو سخان عايز كل ما درجة الحرارة عندي تقل عن ال 30 يبدأ السخان لوحده يشتغل يعني مثلا درجة الحرارة 30 هاي هل؟ اول ما تقل عن 30 تبدأ مين؟ تبدأ السخان اللي عندي يشتغل تمام؟ اول ما درجة الحرارة عندي تزيد عن 30 تبدأ السخانات اللي عندي تقفل أوتوماتيك لوحده في مشروع بتاعنا مشروع دواجن عايز اما درجة الحرارة تبقى اقل من 30 اعمل ايه؟ اشغل السخانات عندي لوحدها اما درجة الحرارة اللي عندي تزيد عن 30 عايز السخانات تفصل لوحدها طيب تعالوا مع بعض نحدد الحاجات اللي احنا قلنا الدخل والخارج حل؟ الدخل والخارج قلنا اول حاجة بنحددها في اي حاجة عندنا هي الدخل والخارج طيب الدخل والخارج ايه الدخل اللي عندي؟ الدخل اللي عندي وهو الحاجة اللي بتقيس درجة الحرارة بغض النظر عنه هترموميتر اي حاجة من الحاجات ده هي طيب حمصلاب الرمز تيه اللي هي تنبرتش درجة الحرارة ودي هي الدخل عندي طيب درجة الحرارة دي الدخل عندي جميل هحطها في متغير قلنا احنا بنحط الحاجة اللي عندنا اللي جايلنا من بره في متغير عشان هتحكم فيها وليكن هنسمى المتغير بتاعنا هو الرمز ايه او المتغير ايه تمام؟ طيب عايزة اقول ايه بقى؟ عايزة اقول ان المتغير ايه بقول اف والشرط بتاعنا ايه؟ لو كان الا حلم اصغر من الثلاثين لقل درجة الحرارة قلنا الا ايه دي اللي هي عبارة عن المتغير اللي جايلت من درجة الحرارة يعني درجة الحرارة عندك اصغر من الثلاثين ابدأ اشتغل طيب لو درجة الحرارة اكبر من التلاتين ايه اللي هيحصل المفترض عندك تعمل سطب او توقف السخانة اللي عندك كمان مرة ايه المتغيرات اللي عندي ايه داخل والخارج داخل والخارج درجة الحرارة والحاجة هتطلح جميل طب درجة الحرارة ده عايز احطها في متغير اول التاني حاجة بنحطها في المتغير المتغير هيكون ايه اللي هيكون ايه هسميه درجة الحرارة عندي بايه جميل ابدأ اضع الشيء اللي عندي اضعه فين قواعد شرطية زي ما قلنا قبل كده اقول اف لو كانت درجة الحرارة اللي عندي اقل من الثلاثين يدى اشتغل اكبر من الثلاثين نوقف تعال نطبقها عملي طيب اول حاجة هنجيب درجة الحرارة هنجيب درجة الحرارة من ايه من الانبود هتبدأ تختار درجة الحرارة هتلاقي هنا تنبرتشا هتبدأ تختارها وتطلعها هيظهر لعندك في مين هيظهر لعندك بالشكل ده هنخش فور ايفر لسه نتكلم على موضوع فور ايفر وهنتكلم على اللوبس بس مش دلوقتي مش دورنا المهم هنخش فور ايفر هبدأ احط درجة الحرارة هبدأ احط درجة الحرارة اللي عندي درجة الحرارة اللي عندي هي اعايز احطها في مين اعايز احطها في متغير ما هي درجة الحرارة تتغير من وقت ريت تاني صح؟ درجة الحرارة بالزي درجة حرارة قل فعايز احطها في مين احطها في متغير فهقول تمام تمام يعني بتاعتنا او المتغير هيبقى هو ها يتغير ها يبدأ يتغير ها يتغير عندي جميل وبعد كده اقول F الA طبعا يتمثل درجة الحرارة لو اقل من 30 اقل من درجة الحرارة 30 ابدأ اشتغل طيب لو اكتر من 30 فابدأ اعمل له قلنا LCD خاصة بمين خاصة بيه لو ما تحقق الشاط اللي عندنا يبقى ايه هتكون مين اكبر من 30 تعال نشوف مع بعض الدي اشتغل معنا ولا بصي انهوت زي ما انت شايف هنا درجة الحرارة 21 فبيقول لك كورك انت بنزوج درجة الحرارة وانت طلحها فوق 31 او 32 قال لك زي ما انت شايف استوب طلحها كمان فوق استوب طلحها كمان فوق استوب تبنا اقل نقل 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 جه بدأ اشتغل اهو بدأ اشتغل اضغل له افوقت اقلي قلته استوب بدأ ايه هل استغل يبقى كل مدرجة الحرارة عندنا قلت عن 30 اهو بدأ اشتغل عندنا او مدرجة الحرارة تزيل عن 30 بدأ يوقف عندنا ويعمل استوب تمام طبعا اا مستاني طبعا حكاة temperature انا مستفاذها من الناس التي كانت شغالها معاني ما تطلبوش غيرين معايا انه بصراحة بيفجؤوني مستنيهم ومستني اشوف الشغل بتاعهم شكرا لكم